الأخ صفاء الهاشم معيد لطلب طرح الثقة معارض له معارض تفضلي للاستجواب ومعارض لطرح الثقة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لأخ رئيس أنا المرأة الوحيدة بالمجلس أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالإجماع ولكني بكل فخر بكل فخر أقولها عن نفسي أمتلك شهامة ونبل وفروسية فرسان قد أكون امرأة لكن يعلم الآخرين المرجلة في يوم من الأيام أحد النواب وكان موجود النائب السابق الله يذكره بالخير وليد طبطبائي وكان هناك قضية على زوجته كنت في الاستراحة سمعت أنه تم التعرض لزوجته طرت أبد ما نطرت معن ما بيني وبين وليد الطبطبائي من خلافات تصل إلى سابع سمة لكن لا فروسية والشهامة تمنع أننا نتعرض لأعراض محارم عندك خلاف مع وليد طبطبائي الطق وليد مو لشخصة لسمه لصفته وقفت عشان أمنعت الرهات لما دافعت عن مرتة هي مبادئ لا تتجزأ لما أدافع بحكم أني امرأة عن عرض ومحارم مو موجودة في القاعة إذا ما حدث ثاني سواها أنا سويها الأخ العزيز الشعيب المويزري في استجوابك المقدم إلى معالي وزير الداخلية الأخ أنس الصالح قرأنا وايد سمعت وايد شفت غريدات وايد لقيت تهديدات لقيت محاور تكلمت عنها قدمت الاستجواب قريتها قلت لا أعطي نفسي فرصة خلأ أسمع قد يكون معالي الوزير الداخلية على مستوى شخصية عرفة لكن بصفتك وزير داخلية أبي أسمع أول ما صعدت المنصة ابتديت الآية بكفر يا فاسد يا فاسد يا مفسد أربعتها شمرة حديتهم عندي الورقة قل الله انطر أنت أشرح المحاور وترك لنا حرية الحكم ما توجهنا أنا ناطر المحاور عشان أشوفها وأسمعها أنت عليك تستعرض المخالفات عليك أن تستعرض التجاوزات عليك أن تستعرض شيني الأغلاط الجسيمة اللي أودت بأمن وأمان البلد لما استلم واحد مثل لا قنس الصالح وزارة داخلية أنت عليك أنك تستعرض هذه المخالفات وأنا أقرر إن كان مفسد أو لا عشان أمنح الثقة لا استجوابك أو ما أمنحها واطرح الثقة في وزير أو ما أطرحها هي مواقيد دستورية يا أخوان أقسمت كلكم عليها جزء رئيسي من الدستور العظيم الحفاظ على كرامات الناس ما أطلق القاب لسنوات طويلة لما قدمت استجواب لرئيس وزراء سابق لوزير الداخلية سابق لوزير عدل سابق لوزير التخطيط سابقة الكل التهمني بالشخصانية ما تهمني شخصهم ما يعنوني أصلا تعنيني صفتهم لما تكلمت لما الفارس الأخ رياض العدثاني قدم استجواب الشيطان وزير المالية الاستجواب الأول وتكلمت مؤيد للاستجواب أقول لك شيء يطني المعلومة قبلها بيوم عن زوجة الشيطان وعن إختها تعمل في ديوان المحاسبة وتراقب وزارة مالية وهو وزير مالية يعني تضارب مصالح جسيم واخدتها في جهاز مراقبين قلت لا عيب أروح له على مستوى فردي وادخل معاه لوف قاعة اللجنة المالية وقضبها من إذراعه وأقول لا سمع هذا التضارب مصالح عظيم يا تقدم استقالتك يا زوجتك تقدم استقالتها ما أطري موضوع زوجته وحريم في القاعة ما أطري خلافي على أداءه أنا مؤمنة جدا الأخ الرئيس إخوان الكرام أن نواب الأمة هم النخبة نواب الأمة هم الإليت هم من ينشر القيم هم من يساهم في تعزيز القيم ما يساهمون في هدر القيم أخي شعيب سمعت فاسد مفسد أربعتاش مرة اليوم شر ذمة حفنة فاسدين دولة عميقة ولو أني لا أعرف ما معنات دولة عميقة يينة على المحاور قلت بسمع قلت مو منصجة حليمة بولند ليش تطلع بالليل عملوها بالعيسى ليش يطلع بالليل لا 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 خلت أتأكد بعد دخلنا في محور أقوى أول فيديو بس توريني يا لو سمحت التكرار حسنا بس trust مقضية عداء شخص عدوكم عدوكم قريبة الوزير مصيبة مصيبة عظيمة في عرف أي مجتمع لما قلت لكم أنتم أقسمتوا قسم عظيم يا نواب الأمة قسم عظيم على مواقع دستورية أهمها الحفاظ على كرامة الناس مادة رئيسية كلنا أقسمنا عليها أكدها الله يحفظه سمو نائب الأمير في خطابه خطاب جميل حازم حاسم حط النقط على الحروف أهم الشيء ركزت عليه في خطاب سمو نائب الأمير الله يحفظه لما قال في الكلمة ونعتبرها مبدأ راسخ رح يستمر معنا إلى طول العمر ودرس لنا لكن اللي استوقفني لما قال إيماني الثابت بحرية الرأي لكن في المقابل أشدد على أن لهذه الحرية إطار قانوني وأخلاقي أخلاقي إطار أخلاقي يراعي المسؤولية ويحفظ كرامات الناس وسمعتهم هذا كلام سمو نائب الأمير قلنا الحكم كنت اتهم من قبل بالشخصانية وقلت وكررت أقول لا كل استجواباتي السابقة لأن يعنيني شخصة لكن معلش ما شفت إلا شخصانية فاسد مفسد قريبتك بالدرجة الأولى زوج عفوا قريبتك بالدرجة الأولى قول زوجتك خلاص صلعت السالفة بيّنت ثمانية وسبعين مرة انذكرت قريبتك من الدرجة الأولى هناك مثل قديم يقول المعمي بسوء النية لا يستحق جهد التبرير أنا بسأل سؤال افتراضي سؤال تقليدي أخي شعيب لو كانت أم ناصر زوجة معالي الوزير أختك أو بنت أمك أو قريبتك أو تصير لك تجرأت وهاجمتها ثمانية وسبعين مرة سؤال أوه لا يمكن تابوه ما تنجاس لا يمكن تنجاس وعطيتكم مثال الشيطان واستجوابه أنا ما وقفت ولا سويتها لأني أمتلك هذه الفروسية وين المرجلة والشهامة في الهجوم على أسرة الوزير أنا اللي معجبني أنك أنت صعت على المنصة لا استجوابك وقلت أنك مكلم ثمان نواب ثمان نواب حط لي الفيديو لو سمحت ثمان نواب كلمت ثمان نواب قلت لهم يا أخوان كلموا أنس الصالح وقولوا له أنت أمام أمرين الأمر الأول أنك توقف في الاستجواب وممكن تتجاوزه وممكن ما تتجاوزه لكن بالتأكيد راح تضرر سمعة أسرتها صغيرة الأمر الآخر خلص أقدم استقالتها أقدم استقالتها أنزي سؤالي له الثمانية أنا أتحدى واحد منهم يوقف الحين أتحداكم أتحداكم توقف وتقول أنا يا صفاء اعترفت على كلامه أنا كان عندي يا صفاء غيرية وعندي شهامة أني أوقف وبي شعيب وأقول له لا لا تتعرض لأسرتها الصغيرة كما أسميتها لا تتعرض لمرتا يا شعيب أبي واحد من الثمانية أتحدى وقف وقال عيب ما نطري الحريم في يوم من الأيام أحد النواب تم التعرض لوالدته كلنا حطيناها هاشتاق حتى محشومة والدتك ما حد يرضى بالغلط اللي ما ترضونه لنفسكم وحريمكم ما ترضونه للآخرين عيب عيب ما حد يتعرض للحريم هالطريقة قلت لكم أنا مرة معاكم لكن أمتلك أخلاق رجال ألف رجل وعندي من الشهامة أني أواجه وأضرب لكن لا بتقول حريم الآخرين لمجرد أن عندك مشكلة مع منصبة إذا عنده وزر أنس يا شعيب إن كان عنده وزر ما لها ذنب أم ناصر تذكرها ثمانية وسبعين مرة ثمانية وسبعين مرة سود اللوي كل من ما وقف ولا كانت عنده ذرة الشهامة وقال لا يمكن ولا أرضى على الحريم ينقال عنهم الكلام أنا كرر النواب هم النخبة هذا المفروض هم من يعزز القيم لكن لما أشوف أنك أنت ما همك منصبة كثر ما همك شخصة أكدها في كلمتك توك يا شرذمة يا حفنة يا طرف من أطراف الدولة العميقة شبقه شبقه من السب وين الشهامة وين الفروسية في الخلاف قلت لك المعمي بسوء النية لا يستحق جهد التبرير أمر مرور الكرام على محاورك لأنها كانت ضحلة تتكلم عن مذيعة تطلع بالليل عندها برنامج ليش تطلعونها تتكلم عن شخص مارض عليها هذه حاولت تقلل من شأن معالي وزير الداخلية قصف ونعلي ما يرضى أنا سالصالح وزير من الشعب وأثبت جدارة حاولت تقلل من شأنه لما يبطاري ربعة شون ينادونه وتصغير لأسمه عيب عيب خزيئة والله عيب تقلل من شأنه وتقول اسمه بطريقة تصغير وتقول يبطاري أن معالي الوزير أنا سالصالحي عي الربعة تعال خلى ذكرك أنت في شهر خمسة الفين واثنعش كنت وزير وزير إسكان شويت بصلاح المضف بانج الاعتمان شلت وقلت تعدى على مال عام حطيت رفيجك صندوح صح ولا لا شلت صلاح المضف حطيت صندوح صندوح رفيجك وقال ربي أنصرك يا صلاح المضف وين ما تكون وصدر الحكم القضائي حكم قضائي إحنا نحترم أحكام القانون أخ رئيس أخ رئيس من الحين أطلب التمديد أرجوك وافق المجلس كم المدة ربع ساعة لو سمحتك وافق المجلس وحطيت صندوح قال ربي أنصر صلاح ويصدر الحكم القضائي في تهمتك لا بالتعدي على المال العام بحفظ القضية ويرجع صلاح لمنصبة عقوب ما شالوك حطيت ربعك أخاف ناسي إن كنت ناسي أفكرك قلت عن القيود الانتخابية قيود انتخابية لحظة لحظة هذه مو أمس ولا اليوم ولا قبل أمس ولا سنة اللي طافت ولا من أربع سنين ولا من خمس سنين أنت وزير يقعد يمك وزير الداخلية كان وقتها أشوف ما تحجيت على قيود انتخابية ولا حلو على قلبكم النقل اللي كان يصير بدواركم معقولة ما أثارت حفيظتك القيود الانتخابية وانت وزير معقولة يا شعيد ما أثارت حفيظتك القيود الانتخابية أثناء استجواب الفارس رياض العدساني لخالد الجراح ما معنى الحين المعمي بسوء النية لا يستحق جهد التبرير الأخ الرئيس قالها أخوي أنس قالها أخوي أنس الأخ الرئيس قلتها يا أبو ناصر قلت بيطقونك عن طريق محارمك بصراحة يحضرني لقب على هذا التصرف لكن لأني أمتلك من الفروسية ما يملكون رياي الثانيين ما رح أقوله لأني أمتلك الشهامة والنبل ما رح أذكر هذا اللقب لأن المراجل مواقف قلت شنون جاهزاتك لما قلت عن حكم قضائي ما تقولي حكم قضائي عطني لو سمحت فيديو قضاء اللي أدارت هذا النصب بحرفية عالية والآن نبي نقولكم شنو الرابط بين قريبة الوزير وهذه القضية لا تقول حكم محكمة لا تقول حكم محكمة كلمت سمع النواب قلت لهم يا أخوات لا تقول حكم محكمة يعني طاعن واضح بحكم قضاء أشوف القضاء على كيفكم في اقتحام المجلس ما كان عاجبكم لما كسرته ونشرته الفوضى ولما ني الحين على حكم أنصف المرأ وطلعها بريئة وهي فعلا بريئة والفارس رياض العدساني واضح للتاريخ لا تقول لي حكم قضاء هذا طاعن بالقضاء ولا لا فهموني اللي تبقوا نتكلمون عن الدولة العميقة عطني القضايا في عهد الوزير الحالي معالي وزير الداخلية أستهلس أقول لي ملقبك أنا سالصالح بعالي وزير الداخلية أنا سالصالح يا زينة أحلى وزير داخلية يا أنا قسمون علي ما يرضى عطني الانجازات تبتنسبها حق الشيطان لا بالله ما أسمح لك لن أسمح لك النابل بنقالي عطني القضايا لو سمحت التسجيلات التسريبات سويتوا ريتويت حق التسريبات أشوف حال شقالين بتويتر ريتويت ولما يعت السالفة على سجن المغردين كان يصوتون بالرفض أخ أبا للأسف صج الرجال مواقف ما تفرق بين مرة وريال لأن في حريم عن كتيبة حطيت لياهم النعب بنقالي التسريبات تجار الإقامات فؤاد صالحي هذا الإيراني وزير قدر يفتح بالوعة فساد يكرم السامع والحضور من قذارة هذه التسريبات أنه طلعت الخنين والخايس وحرجتكم وزير قدر يسوي اللي ما قدروا علي اللي قبل اللي تحمونهم اللي طلعت عليهم قضايا جبل لوس أنجلوس تسجيلات اتهاوات مبطنة ومعلبة حق الآخرين لكن وجهة نظري في كل ما تم طول عمري أتكلم عن الوحدة الوطنية عمري ما يبطاري ندخل في طوائف أو نفصل هذا بدوي هذا حضري هذا شيعي هذا سني طول عمري تنرفزني هالكلمات وأقول قانون وحدة وطنية ما خليت لها مجال يا شعيب كل ما خليت لها مجال تذكرت استجواب عمر الطبطبائي الفارس عمر الطبطبائي حق عسام المرزوق أنت كنت تكون معاه في الاستجواب لأنك أنت تشاهد على فساءة قطع النفط ولما يعت السالفة على وزير النفط بخيط الرشيدي سنين الأخ الرئيس لما كنت أقف هنا كنت أوجه الكلمة للرئاسة وأقول أنا ييت من أسرة عادية لا أملك قبيلة تسندني ولا أملك طائفة تدعمني ولا عندي اسم تجاري رنان عود يسندني ولا عندي قطب سياسي ولاني قطب سياسي لكن أمتلك الحجة وقوة الطرح لذلك لما ييتهني واشوف متى تصير الحماية حق أي وزير وعلى أي منصة يوقف ولو كانت أم ناصر محشومة يا مناصر من أهلك ما تجرأ ثمانية وسبعين مرة تطقها وتقول نصابة محشومة يا مناصر محشومة يا شيمة محشومين آل الملة كلهم الكرام محشومين يا ناصر وخواتك وأسرتكم الصغيرة عن كل إساءة بدرت من آخرين تجاهكم شكراً لأخر رئيس أنا بس برد على الوزير لما قال وين هذا الإقرار ما قلته من باب الشفافية أول ما توزرت وين هذا الإقرار وكلامك كتصريح أنت ظليت صامت صمت القبور من تم توزيرك وعايزنا نترجى قول تحجت قول أنطق كان قلت ترى زوجتي هي تشتغل في ديوان المحاسبة وهذا من بعض هذا اللي يقول الشيء الثاني اللي تفضل فيه الأخرى كان بلى إحنا لما نقول وصلاح حول نفسه هذا كان بناء على الشبهات اللي أثارها الوزير في ذاك الوقت فمحشوم الأخ صلاح حكامه شكراً 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 شكراً